في سنة ست وثلاثين من الهجرة كانت معركة الجمل بين علي رضي الله عنه من جهة وعائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم من جهة أخرى وسميت بمعركة الجمل لأن عائشة رضي الله عنها كانت على جمل يومئذ ومكان معركة الجمل في مدينة البصرة القديمة التي خربت في الخراب المشهور وقامت على أنقاضها بعد قرون مدينة الزبير التي سميت بهذا الاسم نسبة إلى قبر الزبير بن العوام رضي الله عنه ومكان معركة الجمل تحديدا في محلة ديم خزام في وسط مدينة الزبير وهي محلة مشهورة وفيها مسجد ديم خزام أو مسجد لدليجان المشهور وديم خزام لعله من الديم المطر وخزام نبات الخزامة لأن المكان يعتبر منخفضا مائيا وبعضهم يقول نسبة إلى خزام جمل عائشة وجمل عائشة اسمه عسكر كما ذكر ذلك بعض المؤرخين